محمد الباز للتحليل أرقام فريقية اليوم الأهلي ومزنبي نورنا يا محمد مساء الخير نور حددتها كابتن نايمان مساء الخير على السادة المشاهدين جمهور نادي الأهلي يعني هو الأرقام كلها إيجابية بالنسبة للنادي الأهلي الأرقام كلها بتقول على الصعيد لأفريقيا ومشوار الأفريقيا للنادي الأهلي أقوى خط هجوم أقوى خط دفاع حتى مش هتكلم نوع مناصفة مع فرق أخرى لأن فرق الأخرى خرجت أنا بتكلم على الوقت الحالي الناس اللي مكمل الأربع فرق اللي وصلت سيمي فاينل أقوى خط هجوم أقوى خط دفاع أحسن فريق من ناحية الكلين شيت أكتر فريق أكتر فريق صنع فرص محققة في البطولة الأفريقية حتى الآن بلا هزيمة حتى الآن مشوار الأفريقي قوي جدا بيعكس قوة النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي بطل البطولة وأكثر فريق تدويجة للبطولة ده من ناحية الفنية في هذه النسخة ناحية الثانية كابتن نايمان تاريخيا خمسة سيمي فاينل على التوالي السيمي فاينل الرقم 20 بالنسبة للنادي الأهلي بنتكلم على أرقام كلها إيجابية للنادي الأهلي على عكس طبعا المشوار المحلي في هذه النسخة وهذا الموسم للنادي الأهلي وأنا يعني مش شايفه أنه يعني فيه مشاكل كثيرة أو خسائر لا 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 بس لسه يعني الكلام ده حتى كان بيحصل لنا زمان احنا كل ما بنقرب من بطولة كانت بطولة أفريقية كان بيبقى بطولة الدوري شغال وبطولة الكسكة لسه ما ابتديتش دايما بيحصل كده فالتركيز بينصب بصورة كبيرة جدا جدا على البطولة اللي في إيدينا دلوقتي فبتاخد حيز من التفكير والتركيز على حساب البطولة التانية على أساس أن البطولة التانية لسه فيه مشوار فبتلاقي دايما اختلاف بعض الشيء في النتائج المحلية عن النتائج في بطولة أفريقيا صحيح صحيح وإحنا خلاص إحنا في السيمي فاينل تحقيق أي نتيجة إيجابية النهاردة بإذن الله هتعمل يعني نقدر نقول فصل أو عزل ما بين المسابقتين عشان ما يحصلش الامبريشن أو التضارب ما بينهم زي ما حدتك بتقول من وقع خبرات حدتك طبعا في البطولات بالتالي حيبها فرصة كبيرة إن شاء الله عودة في المسابقة المحلية إن شاء الله نرجع النهاردة إحنا بنتكلم إحنا وقفين أمام خصم مازينبي لا خصم قوي حتى ناحية تاريخية من أكثر الفرقة بعد النادي الأهلي تحقيقا للبطولة خمس مرات متساوي طبعا مع نادي الزمالك نتكلم على فريق لم يخسر على ملعبه الكلام كتير جدا وعايز أقف برضو شوية لم يخسر على ملعبه ده كابتن أيمن لأن الأهلي مع مارس الكولر اتقال على سيمبا لم يخسر على ملعبه أهلي فاز عليه رايح جاي في الدور الثمانية اتقال على مدياما الغاني لما يقفوز الأهلي عليه في غاية الحمد لله الأهلي مع مصر الكولر ده مقارنة رقمية ما بين الأهلي ومازينبي من أول دور المجموعات بقى كابتن أيمن مش هكلم على الدور التمهيدي لعبنا ثمن مباريات طبعا ستة في دور المجموعات ومبارتين بتوع الدور الثمانية الأهلي فاز في خمس مباريات لا خسارة زي ما بنقول وتعادل في ثلاث مباريات ناحية الثانية مازينبي فاز في أربع مباريات عنده اثنين خسارة واثنين تعادل الاثنين الخسارة عندهم طبعا كانت من سانداونز وبيراميدز واحد صفر هنا في مصر من بيراميدز وهناك برضو في سانداونز في جروه في أورفريكيا واحد صفر والتعادل فيه تعادل على ملعبه بالضبط بترو أتليتكو كان تعادل صفر صفر على ملعبه وطبعا قدر أنه يخرج بترو أتليتكو في المبارات العودة هناك في بترو أتليتكو الأهداف المحرز بقى تعام بصع عن ناحية الهجومية عاملة زي عند الفريتين الأهلي أحرص تسع أهداف وده بنقول نواة أقوى خط هجوم المعدل التهديفي مش عالي بالنسبة للنادي الأهلي من واقع الثمن مباريات ولكن هنقدر نقول هو مقارب شوية من مازينبي مازينبي برضو ثمن أهداف معدل هدف في كل مباراة ده بالنسبة للأهداف المحرز تعام بصع الفرص والتزديدات والإكس جي ونشوف مع بعض الأهلي ماشي إزاي الإكس جي عند النادي الأهلي نحن بنقول أنه أحرص كام؟ أحرص تسع أهداف كان المفروض يحرص 28 هدف ليه كان يحرص 28 هدف؟ لأنه أكتر فريق صنع فرص محققة في البطولة دي بـ 23 فرص حتى الآن من ناحية صناعة الأهداف وحتى إحراز الأهداف ناحية الثانية كان الإكس جي عند مازينبي يصل لـ 13 هدف ولكن الأهلي طبعا تقريبا ضعفه بالنسبة للفرص المحققة عند مازينبي 14 فرص دايما الأهلي هو الأقوى زي ما قلنا 23 فرصة محققة تعال بص على التمريرات الحاسمة والتمريرات المفتاحية الأهلي عنده تمريرات حاسمة خمس تمريرات حاسمة من التسع أهداف اللي تم إحرازهم النادي مازينبي هناك ست تمريرات حاسمة بالنسبة للتمريرات المفتاحية كابتن نايمن الأهلي طبعا دايما متفوق يعني بتكلم على 11 في المباراة الوحدة 11 في المباراة الوحدة يعني نحن بتكلم في 88 لـ 90 تمريرة مفتاحية في 8 مباريات فبنتكلم 11 في المباراة الواحدة ناحية تانية 7 ده بيعكس ان الاهلي هو اقوى هجوميا حتى الان اقوى من مزيم تزديدات بالمباراة الاهلي بيصل 11 تزديدة منهم 4 على المرمة بسدقة 36% ناحية تانية مزيمبي اه انت بص ممكن يصل ل13 تزديدة في المباراة 3 انتارجت بنسبة دقة عندهم مش زي النادي الاهلي لان الكونفيرجن حتى تحويل الفرص لاهداف عندهم النسبة تعريبا بتصل ل8% من واقع الفرص الاهلي بيصل ل11 و12 و13 في المئة وحتى بالسعيد المحلي بيصل ل16 و17 في المئة مش الافضل زي ما بنقول بنضيع فرص كتير ولكن هي افضل مقارنة ما بالخصم النهاردة ركنيات 6 ركنية في المباراة 6 ركنية صحيحة نقدر نحن استغلهم على الفكرة احنا احرازنا 3 اهداف بالرأس يعني مسبق المحل الافريقية من ناحية التزديدات او احراز اهداف بالهيدن افضل من ناحية المحلية لسه عندنا هدف واحد بس ولكن هنا افضل شوية لان بنستغل الركنيات او العرضيات بشكل كويس 48 ركنية في 8 مباراة 6 بواقع 6 في المباراة الوحيدة او الواحدة ناحية التانية مازينبي 32 ركنية بواقع 4 صحيحة في المباراة الواحدة العرضيات 4 بيتم استغلالها بصورة جيدة عند مازينبي بتشكل خطور بتشكل خطور ودايما من الناحية اليمين ليه لان مازينبي كابتن ايمن اقوى فريق من ناحية العرضيات في هذه النسخ ومن ناحية اليمين بشكل خاص إبراهيمة كايتا الباك اليمين اللي بيساهم بشكل كبير جدا مزبوط واللاعب المهاجم او اللي بيقلب جناح اسمه فيلي تراوريو هنتكلم عليه اقوى فريق هو بيواقع 6 يعني من 6 ل 7 عرضيات صحيحة كرصات صحيحة دقتهم بتصل ل38% ده رقم كويس جدا لازم ناخد بالنا منه العرضيات عند النادي الاهلي في المباراة الصحيحة يعني بيصل ل4 تقريبا 3.8 دقة لسه احنا مش عندنا افضل حاجة في الدقة في العرضيات 26% ده كده بنتكلم على الشكل الهجومي عند النادي الاهلي مقرنته بالنادي مزمي يعني واضح كده الفرص واضح الركنيات والعرضيات واضح تزديدات يعني واضح ان الاهدي الاهلي بيتفوق حتى في الدابل باصس التمريرات البينية لا الاهلي بيبان بشكل كويس جدا تعال بص على الاستحواز والتمريرات والناحية الدفاعية شكلها عاملة ازاي ما بين الفرقتين استحواز دايما مزمي مع الفرقة الكبيرة بتسيب الاستحواز حتى لو مع الملعبها حتى لو مع الملعبها يعني شفنا امام سانداونز شفنا امام بيراميدز شفنا امام الفرقة دية كلها كانت بتوصل ل35-36% الفرقة التانية دايما بتاخد الاستحواز افرج استحوازها في 8 مباريات بيصل يعني تقريبا 46% نادي الاهلي وصل لتقريبا 53.6 تقريبا 54% من الاستحواز تمريرات الصحيحة بالمباراة هنا بقى لكنا نتكلم عليك ابتنائي عندهم مشكلة كبيرة جدا في التمريرات لو هنتكلم على الصعيدين ناحية البلد اوب من وراء لا ما عندهمش مثلا السنتر باكس اللي يقدر ان هو او الستة اللي ينزل ياخد منهم ويبني الكرة مع بعض بشكل صحيح لا دايما لمسة 2 وتترمي في الهواء ما فيه تقريبا عشوائية برضو في التمريرات عندهم او شكل البلد اوب عندهم ودايما الدقة عندهم 77% ناحية تانية عند الاهلي طبعا احنا ما يعتبر من افضل الفرق اللي بتعمل الشورت باصس والتمريرات ونصل لدقة 85% التمريرات الطولية عند الاهلي دايما بنلعب تمريرات طولية وده مش معناها ان احنا ما بنعملش بلد اوب من الخلف بشكل فيه شورت باصس لا التمريرات الطولية اللي بلجالها النادي الاهلي دايما هتلاقى زي كي باص بيترمي في ظهر الخصم ده بيورينا ده امتى بنلعبه بشكل كبير في الخصم اللي هو دايما عنده اندفاع هجومي او من الازهر عندهم زي حتى مرات النهارات بريما كايتا ده بيسيب يعني مساحات كبيرة جدا في خلف صح فالرقم اللي هو 19 النادي الاهلي تمريرات طولية لا يعني ان الاهلي عنده مشكلة في البلد قبل ناحية التانية 21 تمريرة طولية بدقة 36% احنا الافضل 45% ناحية الدفاعية زي بيقول اهلي اقوى خط دفاع يعني ساندونت زي واكيد في الاربع فرق اللي اتأهلت استقبل هدف واحد مزيمبي استقبلت 3 اهداف الاهداف المستقبل المتوقعة كان ممكن يدخل في النادي الاهلي 14 هدف لا فيه تصديات فيه بتاع 4-5 كلينشيت مصطفى شبير احنا اتكلمنا على كل الارقام الدفاعية القوية ناحية التانية مزيمبي كان ممكن يدخل في مرموعة 12 هدف نكمل لو نبص ومشبكهم نظيفوا على ارضهم على ارضهم معظم المباريات يعني نتكلم على تعادل مع بيترو كان 0-0 على ارضهم نتكلم على فوز 3-0 على ارضهم على بيراميدز نتكلم على تعادل 0-0 مع نوربتو اللي هو الفريل كان اضعف فريل في المرموعة معهم فازوا برضو على ساندونز 1-0 على ملعبهم فدي كلها كلينشيت بيصل لخمسة كلينشيت من الثمن مباريات يعني فيه ثلاث مباريات بس اللي تم احرص فيهم اهداف وده زي ما قلنا هدف بتاع بيراميدز هدف بتاع ساندونز الهدف بتاع بيترو اتليتكو اللي هو 2-1 حتى في الخارج ملعب ثلاثة دول كانوا خارج الارض مزبوط ناحية تانية شباك نظيفة نادي الاهلي هو الاقوى سبعة شباك نظيفة من الثمن مباريات يعني دفاعيا في المشوار الافريكي احنا الاقوى والافضل خسارة الكرة يعني تقريبا متساوية هم بيخساروا الكرة تحت ضغط بشكل كبير جدا وفي الالتحمات الهوائية اكتر نسب مقاوية بيخساروا فيها الكرة تضغط عليهم مع اي كرة التانية مش بتاعتهم ليه لانك لو ضغطت عليهم كواس في الكرة التانية هتاخدها وده اللي احنا شفناه في الهدف حتى بتاع ساندونز والهدف بتاع بيترو اتليتكو هنعرضوا معنا نشوف دي من نقاط الضعف عنده فالرقم ده مهم جدا الاعتراضات وابعاد الكرة هم بيوصلوا طبعا لسبعتاشر يعني احنا افضل طبعا في الاعتراضات بتشريط الكرة يعني الاقام بسرعة عم بص عليها في ارضية الملعب الكرة دي لأ فيه صورة قبلها بتورينا ان هي كرة تلعبت اتريحت الكرة التانية بان بقول عليها اهو اللاعب هنا بصك اتنامين يبدو انهم في تمركز صحيح في الواحد على واحد هنا فيه اتنين وهو مع واحد ولكن ناحيتي انا فيه لعب فاضي تماما يعني نرجع لأ قبل دي قبل دي يا شباب نوفن هنا بص دايما فيه عشوائي يبدو ان هم تمركزهم كويس واه مسكين يعني مهاجمين الفريق الخصف ده بترو اتلتكو بالمناسبة لماتش الاخير ولكن دايما هتلاقي فيه فريمان هتلاقي فيه لعب فاضي ودايما ناحية الشمال الكرة دي تلعبت تريحتها كابتن نايمن نزلت عند لعب ترو اتلتكو نكمل يعني هو اللي هو ما بين يعني نرجع تاني اللي هو ما بين الاتنين الدفاع كرة هي في النص قدامهم كابتننا على عند يعني اول التمنتاشر عند الكوس بتاع التمنتاشر كده الكرة رائحة له ده اللاعب اللي هو حياخدها يستريمها ويعد من وسط الاتنين ويجيب جول هم بسين للكرة مزبوط فهما دايما ما عندهمش ربط ما عندهمش كومينيكيشن ما بينهم فيه معلاثرة او قلوب الدفاع فدايمن هنا مشكلة اقول دايما فيه حد فاضي من الخصف بيعمل زيادة عددية نقدر نستغلها يعني انيكمل برضو عنده دي المشاكل دي نقاط الضعف عنده نفس الكلام هنا بقى بصا كابتن ايمن هنا كان فيه هجمة مرتدة تلعبت من بيترو اطلتكو ناحية اليمينة هي ناحية الشمال فاضي تماما اهو لا نكمل الكرة كان ممكن يلعبها هنا بشكل افضل نكمل برضو وصلتوا على فكرة وضايقها مجالش بون بس كانت هجمة يبدو برضو زي ما نقول عندهم مشكلة ده ناحية ايه بقى ده ناحية ابراهيمة كايتا الباك اليمين اكثر لاعب في تمرارات المفتاحية في الاسيست عندهم في المساهم ما هو اداءه الهجومي غالب على اداءه الدفاع مزبوط فبالتالي ما عندوش الكوفرينج نفس الكلام هنا دي هجمة تانية او ده امام مترو اطلتكو الكرة هنا تريحت لرقم 7 ده كابتن ايمن كان عنده بقى اوبشنز كتيرة جدا لو الكادر مفتوح ناحية اليمين كان هتوريك او هو كان عادل كان هيسدد افضل من كده وحطها في الشبكة منبرة ناحية اليمين الحارس كان ممكن هنا برضو فرصة خطيرة تتعمل لان زي ما منقول هما عندهم زيادة عددية و لكن التمركز عندهم ساجد ده متش بساندوون ده الجني اللي جابوه في ساندوون وποιلم بنقول نقطة الكوه عندهم يعني مش اللي هي 100% يعني ولكن عندهم عرضيات كثيرة من ناحية اليمين وده الجني اللي تلاعبت عرضية من ناحية اليمين وجاد جون في ساندوون وكان ده بسبب تكميلة عددية كمان من لعبة نص الملعة مزبوط يعني ده شكل تاني هنا بقى عندهم مشكلة دائمًا بี่قول في التمركز يبدو كاني بنقول إن هم عندهم زيادة عددية يا كابتن نايمن في خط الدفاع ولكن بتضربوا بدابل باس أو تمريره في البينية في الهافس بيس بتوتي الخصم على المرمو ده على فكرة جون كان هدف لسان داونس ده ماتش بيرامت أنا عايز بقى هنا تكلم بقى على اللعيب هنا بتاحهم اللي هو فيلي تراوري فيلي تراوري ده هو اللي بدأ الهجم من هنا على فكرة وده هنا لللاعب طبعا نص الملعب الخطير عندهم لكنزة لكنزة ده لعب ست عندهم اللعب يعني الارتكاز بلعب بوكس تو بوكس هم لعبوها مع بعض بشكل ممتاز جدا يعني فيلي تراوري للمهاجم بتاعهم وبيقلب برضو جناح يمين تلعبت للكونزة هنا دابل باس وللعب الكرة من بيه لعبت بيرامتز هنا ده ده فيلي تراوري المهاجم حطها ما بينهم يا كابتن ايمن بس معاليش انت كنت يمكن بتتكلم من شوية على الفريق ده في استقباله للهجمات من بعض الفرق صحيح اللي ساعدهم انا شفت الماشي ده كامل اللي ساعدهم تقريبا في التلات جوال لعبت بيرامتز بص حتى للمنظر التمركز مساحات التغطية والرقابة والتمركز كل حاجة كل حاجة غلط في الكرة تعاملت في التلات اهداف صحيح يعني ده كان الهدف التاني بالمناسبة تعاملت بسهولة جدا تعاملت دابل باسما بين لكونزة وتراوري بص على خط الجو على طول راح بناحة اليمين وسدد وجد جون كان ممكن يقفل حتى الحارس كان عنده يعني دور كبير برضو لا مش هنلوم عليه هنا طبعا الرقابة والترطية بس كرة لعبت راح تجون هنا هنا انا بتكلم على اللعابة الاتنين دول مفاتيح لعب عندهم اللي هو الكونزة الرقم ستة اللاعب اللي هو فيلي تراوري فيلي تراوري بالمناسبة لعب 23 مباراة الموسم ده احرز كابتنايمن 19 هدف وعمل 7 أسيس لاعب لازم ناخد بالمناسبة ده اللي عنده 20 سنة ده الصغير عنده 20 سنة ده يعني تقريبا يعني اعتقد هو هو اظهر واحد وفيلي تراوري ده المهاجم بتاحهم يعني بيبين لنا بس انا هتكلم عليه على ارقامه عشان ناخد بالنا منه بس هو بلعب دور كبير مع الكنزة ومعبرهيمة كايتة هم التلاتة بلعبوها من ناحية اليمين بشكل كويس جدا جابها قوية مش اقوى حاجة ولكن لو طم طبعا نقفل عليهم النهاردة هنقدر من احنا نستغل بالمساحات اللي احنا شرحناها من شوية ده خلاص الصورة دي تتلعبت ويجاد جول يعني خلاص احنا مش محتاجين كده للحالات ورت لنا شكل الارقام اللي اتكلمنا فيه انا عايز اتكلم على الاخر حاجتين الفريدة كابتن ايمين بيحرز اهدافه في اخر ربع ساعة بيمسك المباراة بشكل كويس جدا من ناحية التعادل كتير جدا عنده تعادلات الاهداف حتى اللي بتدخل في مرماء شفناها اللي دخلت في مرماء ثلاث اهداف كانت في اول ربع ساعة او اول نصف ساعة وبعد كده ان هما بيقدروا ان هما يرجعوا زي ما شفنا امام بيترو اتلتكو ودايما اهدافهم في عندهم هدافين في البلاسة 90 عندهم اهداف دايما في الربع ساعة الاخيرة وده بتقول لنا لا ناخد بالنا الفريق ده وخصطنا على ارضه زي ما قلنا لا خسارة عندهم فاهمين اجواءهم كويس جدا فاهمين ملعبهم كويس جدا وان شاء الله النهاردة يعني حتى لو تعادل بدون اهداف ده نتيجة ايجابية ونأمل ان شاء الله في الخطف لان هو فريق عنده مشاكل كبيرة جدا مهما كان هو اخص قوي عنيد ولكن الاهلي عنده مفاتيح لها باقوة وافضل ان شاء الله نقدر نستغلها النهارة بإذن الله رب العمين